مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان سبحر فول على كل حضراتكم وأهلا بكم جميعاً وبداية حلقة جديدة من عشة الصبح في الأهلي للأسف النهاردة نهوان ده أجازة وإن شاء الله ترجع تنورنا بكرة بإذن الله فاسمحوني بقى أكون مع حضراتكم النهاردة منفرداً في حلقة لن تخلوا من المستجدات اللي دايماً بنهتم من إحنا نعرفها لكل حضراتكم خلوني بس أقول لكم أن في البداية كالعادة الساعة التانية من حلقتنا هكون عندنا فيها فقرتين حواريتين وإن جدوا الحق إحنا تقريباً ما سبناش نوع رياضة ما تكلمناش عنه من خلال هذا البرنامج ولكن لوحظ إن إحنا سقط مننا يعني الجولف في الفترة الأخيرة بأن فترة طويلة ما تكلمناش مع حضراتكم عن رياضة الجولف ولا استضطنا نجمة من نجومها فده هيحصل إن شاء الله في الفقرة الحوارية الأولى اللي هنتكلم فيها عن رياضة الجولف الفقرة التانية حينورنا فيها النقد الرياضي الأستاذ أحمد غنيم اللي طبعاً هنفتح بقى معه كتير من الملفات المتعلقة بالنادي الأهلي والدوري النسخة الجديدة منه وكل ما هو قادم إن شاء الله هنتكلم معاه عنه تعالوا بقى إيه يعني نتكلم عن حاجة كنا نتكلمنا عنها مبارح مبارح كنا نتكلمنا عن إدارة النادي الأهلي ولجنة التعاقدات ولجنة التخطيط اللي ماشيين على قدم الوساق بيسبقوا الزمن عشان يحسنوا كل الملفات اللي بتخص فريق الكرة مين حيتم التعاقد معاه الفترة اللي جاية مين حيطلع إعارة مين مش هيكمل أصلاً وطبعاً كل دي أمور في منتهى الأهمية وبالذات لجماهير النادي الأهلي اللي تبقى دايماً متشوقة عايزة تعرف إيه الجديد إيه آخر الأخبار ده طبعاً غير تمديد عقد المدرب مارسل كولر بس تعالوا نقف شوية عند تجديد عقد واحد من أهم نجوم الفريق أنا بكلمكم عن محمد مجدي أفشا زي ما طبعاً أعلن كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالأمس الحقيقة يعني كلنا سعداء جداً بهذا التجديد لأن أفشا واحد من لعيبة الجيل الحالي اللي ظهروا فعلاً بشكل ممتاز مع الفريق وساهم في تتويج الأهلي بكل البطولات المحلية والقرية مين ينسى هدفه الغالي علينا كلنا وعلى قلوبنا كلنا في مرمى زمالك مباراة طبعاً نهاية القرن الشهيرة في نهاية 2021 كمان أمام كايزر تشيفز فالحقيقة إحنا منتكلم عن لعب استثنائي وليه درجة محبة استثنائية في قلوب كل عشاقة النادي الأهلي مليون مبروك لأفشا البقاء والتجديد مع النادي الأهلي الكيان الأهم والأكبر في العالم العربي ومبروك لجماهير النادي الأهلي الحفاظ على القوام الأساسي لفريق كرة القدم ترجمة نانسي قنقر